مكن المنتخب العراقي من الفوز على نظيره السعودي والديم بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب البصر الدولي تنوب على تسجيل أهداف منتخب أسود الرافدين كل من المدافع السعودي سعيد اليامي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الحادية والعشرين وضاعف عماد محسن النتيجة في الدقيقة السابعة والأربعين كما عمق مهند علي الفارق بتسجيله للهدف الثالث في الدقيقة الثالثة والسبعين في حين قلص حسن معاذ الفارق للمنتخب السعودي في الدقيقة السابعة والخمسين قبل أن يعود مهند علي في الدقيقة الحادية والسبعين ويسجل هدفه الثاني في المباراة والرابع للعراق